هل تشارك واشنطن طهران هذا التفاعل إذا إمكانية التوصل فعلا بالاتفاق يوصف بالموثوق والمستقر في ختام بهذه المفاوضات؟ لا أعتقد أنه يمكن أن يوصف بالموثوق به ولكن هناك بعض التفاعل الحذر حسب تصريحات نيت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أوضح أن هناك تقدم ضئيل وكلمة ضئيل تتناقض مع التفاؤل الكبير الذي تبديه طهران في هذه المحادثات بالفعل هناك بعض التقدم في بعض الملفات كما ذكرها ضيفة هناك أيضا تسريبات فيما يتعلق بمستويات التخصيب وإمكانية أن تقوم طهران بنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا كخطوة لتهدئة القوى الدولية ومجموعة الخمسة زائد واحد فيما يتعلق بمدى سرعة برنامج النهول لكن التوصل إلى أي اتفاق مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة لا تزال ليست مشاركة بشكل مباشر في هذه المفاوضات وبالتالي يمكن أن يكون هناك عدم تفسير لبعض الاتفاقات أو ما شابه لكن لنكون متفائلين إذا أن كانت توصل إلى اتفاق بزئي ستستفيد إيران بشكل مباشر من رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي من الحصول على الأموال المجمدة لدى كوريا الجنوبية على سبيل المثال من استمرار المراوغة ومحاولة التمكن من التملص من أي عقوبات أخرى لكن في حالة التوصل إلى اتفاق يمكن أن تخفل الأطراف المعنية ما يتعلق بالصواريخ الباليستية زازعة الاستقرار حقوق الإنسان المنتهكة في إيران وكلها أمور ربما يكون صالح الولايات المتحدة أن تخرجها من إطار هذا الاتفاق الجزئي حيث تتمكن شيئا بعض من فرض بعض العقوبات في هذه المجالات لكن في النهاية الأمور تسير لصارح تهران إذا ما تم توصل بالفعل لهذا الاتفاق الجزئي